احنا مش بتوح ديال احنا وقت الازمات بيطلع مننا حاجات حلوة قوي 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 لما بيطلع مننا شاب قوي او حد قوي ده كلنا بنسقف له وكلنا بنقول له شابه حاجة كويسة جدا لكن لما تطلع زي ما بيقولوا على صفحات التواصل الاجتماعي بنت بمية راجل تعمل هذه المبادرات القوية كان لازم ما نعديش هذه الفقرة وتكون معانا المهندسة رشا عبد الحميد رئيس مجلس ادارة شركة فارم بالي مش مهندسة اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام سعيد جدا انت معانا النهاردة وسعيد جدا بمبادراتك الكتير قوي اللي هو تقريبا في الازمات ليك كل في كل ازمة مبادرة فعايزين نتكلم بقى رمضان عملنا ايه؟ اي رمضان الحمد لله ادارت ان انا اعمل الفين شنطة بدأت اعملت المبادرة كده على السوشيال ميديا اسمها مع بعض نقدر مع بعض نقدر والمبادرة دي هي مبادرة خاصة تماما يعني حضرتك لوحدك فيها اه تمام مساعدة طبعا بابا وماما واهلي يعني اه لكن هي مبادرة شخصية شخصية تماما تماما انا شايف فيه فريق اعمل كبير في المبادرة او كلمين عن اعملته ايه؟ اه مفيش هو انا ادارت ان انا اجاهز اكتر من الفين شنطة كلها سلع غذائية اه طبعا احنا في ازمة الكورونا ناس كتير قاعدت في بيوتها غير الناس كتير اصلا ما عندهاش اه ان اللي هي مؤهلة للمعيشة يعني ايه فعلا يعني اللي هو عمال اليوم الواحد ده كان فعلا متأثره جدا وكان لفتة طيبة جدا من حضرتك طب ايه يعني الاحساس جنين انا شايف ان احنا مش مش مركزين على القاهرة بس لا بالعكس احنا تخطينا محافظات كتير لا هو انا الموضوع ده كنتم اعمله كل سنة بس انا السنة دي اه كبرته شوية عشان خطر الازمة اللي احنا فيها اه كل سنة كنت بروح برضو بشوف الناس دي وبروح اوزع عليهم احنا معنا صور على ارض الواقع وصور مشرفة جدا نشوفها مع السادة المشاهدين تعليقا على كلام حضرتك اعملنا ايه سنة دي السنة دي بدأت بما الشرقية مركز الحسينية مركز الحسينية اه ناس حالتهم صعبة جدا جدا يعني فوق الوصف اه فعلا الناس دي تستهل ويريد فعلا يعني مش انا بس يريد كلنا اللي عنده حاجة يقدر يقدر يقدمها للناس دي فعلا يروح ويساعد حتى لو مجرد دي احنا الصور لو تعلقلنا عليها يعني احنا شايفين من الشواء ده كان فين ده في البيت عندي اه ده في الشرقية كنا في بيت من البيوت كنا بنوزع للناس يعني احنا اشمعنا اخترنا الشرقية تحديدا او المكان ده تحديدا هل جيل حضرتك اتصالات او اه مين بيشاركك او مين بيجمعلك المعلومات او مين بتقدر توصلي الحالات دي لان مهم جدا تقصي الحالات اللي هي فعلا محتاجة عشان توجيهي لها هذا العمل الكبير والله كان فيه استاذ علاء غينم كان هو اللي قال لي فيه في محافظة الشرقية مركز الحسينية فيه ناس كتير جدا وحالات فانا كنت واثقة جدا من هو هي وصني الحالات فعلا محتاجة وناس محتاجة زي ما حالتك شايف كده انا شايف فعلا اه يعني واضح ان حتى حالتهم مفيش يعني ده لست بيت مبني اصلا اه برضو بمساعدات طيب انا انا سعيد جدا ان احنا نلاقي الشباب ونلاقي اه يعني اه بنت مصرية تعمل كل ده بس اللي جاي بقى نوين على ايه لا ان شاء الله اللي جاي انا نفسي الف محافظات مصر كلها طيب ممتاز جدا احنا احنا عندنا هنا برنامج قطار مصر يعني احنا بنلف كل مصر وعندنا محطة الخير دي محطة مهمة جدا جدا يشرفنا في مبادرة قوية زي مبادرات حضرتك ان احنا نكون معاكي ونوسق هذه الفعاليات ويكون برضو دافع للاخرين ان هما يعملوا مثل نهجة حضرتك اه بالضبط يعني انا نفسي فعلا كل الناس تعمل زي فعلا كل الناس تقدر يعني اللي في ايديها هيقدر يفرح اي حد يقدر يفرحهم بأي صعوبات قبلتك لا الحمد لله مفيش طعوبات قبلتني غير ان يعني اتزايحهم بس بس ده صراحة الناس قدرت تنظمها وقدرت تراتبها لكن في الحقيقة يعني الحالات اللي انا شفتها كانت حالات صعبة جدا اصعب مكان روحته كان فعلا يعني انا لغاية دلوقتي مصممة انا نروحه تاني الصف اه مركز اطفيح الناس هناك البيوت بتاعتهم مفيش اسقف مفيش حيطان صعب جدا اه الاطفال حالتهم صعبة جدا اه يعني انا خدت مسافة كبيرة جدا في الطريق يعني عنيت جدا عشان اوصل للمكان ده فانا عشان بتهيق لي يعني مش اي حد هيوصل للاماكن هوكون ان حضرتك قدرت ان انت توصلي للناس دي في المكان ده ده بصراحة ده مجهود ده مجهود كبير جدا بس انا شايف ان مثل هذه الامور لابد ان احنا يعني يبقى فيه دعم من قبل يعني من قبل الدولة حد يعني يسهله شوية ان احنا نوصل للناس يكون فيه مثلا بحث اجتماعي عن الحالات دي او كده احنا عن طريق صفحة البرنامج بتجيلنا حالات كتير في طرح حضرتك من الممكن ان احنا نتعاون بمبادرات حضرتك مع مبادرات كتار مصر في فقرة الخير واللي حياك شايفة الدور اللي احنا نقدر نقدمه كتسليط اعلامي على مثل هذه المبادرات هوا فيش مشكلة طبعا احنا نتعاون ياريت ياريت فعلا الناس كلها تتعاون في حاجة زي كده بس اللي انا بتكلم فيه يعني انا عايزة اقول لها حالتك على حاجة هو الدولة طبعا ليها دور كبير بس فيه ازمتين حصلوا وراء بعض ازمة السيول اللي حصلت تمام ازمة السيول وعلى الدور اللي انت عملتيه وكان دور جديد على بنت تمام يعني ياريت تقول لنا كده في عجالة كان ايه موضوع ازمة السيول اللي كل مصر اتكلمت عنه بس هو احنا كان فيش مجموعة شباب كتيرة جدا نزلت كنت انا بنت الوحدي كان هو معظمهم كلهم جروب بيض انا بنت الوحدي مش خاد على اي جروب نزلت كان فيه استغاثة على الفيسبوك شفتها الفجر نزلت طبعا كان فيه حالة مريضة معاهم كان فين يا بشمهندسة؟ كان على طريق السويس عند الشروق على طريق السويس عند الشروق؟ اه العربية وقفة كده يعني كان حديثهم صعبة جدا فقدرت ان انا اسعادهم واشدهم وكان فيه برضو جروش في مصر جديدة كان غرقان ميا وملياء العربية كلها بوضوط حضرتك انقذتيهم لوحدك؟ اه بس كان معي بابا طبعا واخويا كان الساعة كم؟ كان الفجر يعني انا طب يعني ازاي جالك الاحساس ان احنا هنصح بابا وهنصح العيلة وهنصح كل دول ونقول لهم تعالوا دلوقتي حالا عشان احنا رايحين طريق احنا ما نعرفوش وسكة بعيدة جدا 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 وطريق بعيد وطريق موحش ورايحين لحد في أزمة هوا بس هارتك الاحساس ذا جايلي لان انا مش اول مرة اعمل حاجة زي كده كان في 2018 كنا مجموعة كنت تبع جروب جيبو نزلت وشركت ده كان ناس غرقانة كان الميا تقطعت عن التجمع الخامس بالكامل كان فيه عربيات كلها غرقت فيه بيوت ما عندهاش ميا وما عندهاش اكل احنا بقينا بنساعد وكنا في الوقت ده لغاية الصبح في الشارع فكان صراحة بابا كان بيشجعني في ده فلما حصلت السنة دي بابا ما كانش عنده قدنا مشكلة خلاص الفكرة موجودة يلا يلا يعني انت بتبقى مبسوط حتى الناس بتشكرك الناس بتتعيلك انت يعني بدون اي مقابل انت نازل مبسوط ان انت بتعمل حاجة زي كده ايا كان بقى سواء يعني فيه اضرار يعني انا عربيتي اتضرد بس ما كانش عندي مشكلة يعني انا كنت مبسوطة مبسوطة ان انا بعمل كده وصلحتها ولو فيه حصل كده تاني هعمل كده تاني فمين اكتر حد شجعك او مين اكتر حد دعمك في الاسرة او في الاصدقاء او في ولا ولا يعني اولا انت سيل في موتيفيتد او ان الدعم ده انت بتخديه او التشجيع ده بتخديه من نفسك لا او صراحة موبة طبعا وماما يعني هما انا يعني كنت صغيرة كنت بشوفهم بيساعدوا الناس وبيعملوا كده فلما حتى كبرت وبقيت اعمل كده وصراحة هما بيشجعون جدا ومعندهمش اي مشكلة انا طبعا بشكرهم جدا 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 وانا سعيد ان انت معايا النهاردة واكيد هيبقى فيه بيننا لقاءات كتير جدا خصوصا ان احنا الامثلة المشرفة للبنت المصرية الاصيلة لازم تكون موجودة معانا في اقتار مصر ساعدنا بيكم والمحطات النهاردة كانت سريعة شوية واستنونا ان شاء الله في تالت ايام العيد ونعيد معاكم ان شاء الله وبعد العيد ان شاء الله نلتقي شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في محطة بعد محطة نتقابل مع أهلنا وبنتعامل صحة وجمال فن ودلال سدق اللي قال عن مصر دين كل البلاد ملوش مساء القطر داخل المحطة وقربت ساعة الوصول يلا استعدوا وقربوا الباب النزول أول محطة عن ابتديك ناس محترين